دشن مكتب الصحة والسكان في مديرية التواهيب العاصمة المؤقتة عدن أعمال المخيم الطبي المجاني الخيري لأمراض القلب والسكر الذي يشمل المعاينة وصرف الأدوية مجانا للتخفيف من معاناة المرضى التفاصيل في تقرير الذي أعده زميل وضح شليلي في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة دشن الدكتور خالد عبد الباقي فارع مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية التواهي في العاصمة المؤقتة عدن دشن المخيم الطبي المجاني في المجمع الصحي بالمديرية بدعم من الشركة الدوائية الحديثة المخيم الذي يستمر على مدى يومين يقدم خدمات معاينة وصرف أدوية مجانية لمرضى القلب والضغط والسكري في ظل ظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار الأدوية دحت رعاية مدير مكتب الصحة والسكان في المحافظة ومدير عام مديرية التواهي يقام اليوم المخيم الطبي المجاني في مكتب الصحة والسكان في المجمع الصحي مديرية التواهي بدعم من الشركة الدوائية الحديثة والتي من خلالها يتم توزيع جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مجانة مثل أدوية الضاط ودوية القلب ودوية السكر طبعا هذا المشروع سيخفف كثير عن معاناة المواطنين خصوصا في ظل الظروف الراهنة ومع ارتفاع اسعار الأدوية مديرة المجمع الصحي في مديرية التواهية الدكتورة ريم توفيق أشارت لأهمية مثل هذه المشاريع الخيرية في دعم هذه الفئة المهمة في المجتمع من مرضى الأمراض المزمنة مؤكدة جاهزية المجمع في تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تخدم المواطنين مثل هذه المخيمات الدعمة من شركات الأدوية تعتبر عمل إنساني أنه يخففه من الضغوطات على المواطن ونخفف من المشاكل التي يعانيها المواطنين ونتمنى أن هذه الشركات تكرر هذه الفعاليات وتخفف كثير من المعاناة المواطنين إقامة المخيم الطبي المجاني في مديرية التواهي الذي دشن أعماله اليوم يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الشركة الدوائية الحديثة في عدد من المجمعات في مديرية محافظة عدن تأكيدا جاء بلسان منذ بشركة الدكتور طه ياسين الصحيبي الذي وصف هذا البرنامج بأنه جزءا من رسالة الشركة الشركة تقوم بالمخيمة الخيرية بشكل دوري في معظم المجمعات الصحية في محافظة عدن سوينا مقبل في مجمع القطيع تقريبا مرتين في مجمع القلوعة في مجمع حاشد إن شاء الله لنبدأ مع الدكتور خالد في مجمع التواهي مستمر إن شاء الله في تغطية معظم المجمعات الموجودة في عدن يعني توفير هذه الأصنف على تغطية أوقات زي هذه أصنف غالية معظمها ويستمر عليها المريض في شكل دوري فمكلفة صعب أن نغطي تغطية المنظمات لكن نحاول ندي قهدنا هذا جزء من رسالة الشركة طبعا التخفيف على المرضى حالة الإقبال التي شهدها المجمع في يومه الأول يعكس حاجة الناس لمثل هذه المبادرات التي تخفف عن كاهلهم عناء ارتفاع أسعار الأدوية وتوفيرها حضرت تدشين القائم بأعمال رئيس اللجان المجتمعية في مديرية التواهي عبد الله صالح حاجب الذي أشهد بجهود القائمين على المخيم وجهود إدارة مكتب الصحة في المديرية داعيا إياهم إلى الاستمرار بتنفيذ مثل هذه المشاريع وبشكل مستدام لقناة عدن فضائية وضاح شليلي عدن